تعد المدرسة القرآنية عائشة أم المؤمنين فرع الجمعية الخيرية العلامة محمد بن المشر السائحي بعين الإبل من بين المدارس المتميزة في منتوجها العلمي والفقهي بإدارة الأستاذ جاب الله آمال التي حملت على عاتقها تعليم أزيد من 120 طالب ها هي بنات المدرسة يحققنا الريادة في حفظهن للقرآن الكريم بعد الدين كثير من الطالبات بسم الله ما شاء الله وصلنا إلى الآن إلى 28 طالب حافظة لكتاب الله تعالى وأصلا لا يخفى علينا أن حب وحفظ القرآن الكريم متجذر أصلا في بنات ونساء عين الإبل ونسعى إن شاء الله أن يكون كلهن حافظات لكتاب الله تعالى التحقت بالمدرسة القرآنية سنة 2020 حافظة لـ 19 حزبا أسأل الله الثبات والتوفيق لحفظ كتابه مبارك لسويح بات الجنة آمال هذه السيدة بإرادتها وإمكانيتها البسيطة وبدعم زوجها تمكنت من تصطير برنامج مكثف ليصل عدد الخاتمات إلى 17 خاتمة وهذا سيدة طيبة البسيطة وحدها الذي فعلت يعني تعبت ودارت وغسرت أن الحمد لله أن حفظت 17 أنا شاهدت هنا تلميذة قرآن وهذا فضل كبير لله وهذا هو الفضل للإنسان تعالى نحوشه لي كان برنامج مكثف ومقدور الحفظ في اليوم كان عالي وصل إلى حزب أو حزبين في اليوم لقد حافظت 17 وعشرون حزبا ولن أتوقف عن الحفظ إلى أن أحقق حلم والدي وحلم أستاذات الفاضلات إلى أن أختم القرآن الكريم هذه السيدة لم تتوقف عند هذا الحد بل قامت بتنظيم حفل تكريم على شرف بناتها الحفظات لكتاب الله بحضور أهاليهم وجمع غفير من المشي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقربوا إليه من حبل الوريد